مرحباً 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 فتح بقه ولا نطق حتى لما قعد سنين وبعد كده جه الخباز والسقه بتوع الملك فرعون وحلمه حلمه وبتاع وبعد كده السقه هو خارج قال له يعني اذا خرجت فبذكرني عند الفرعون لاني انا ما عملتش اي حاجة عشان ادخل هنا لكن مرضيش يتكلم ولا يدافع عن نفسه ولا يقول ان في حد تبلى علي ولا فلان ولا فلان ولا حاجة طب بعد كده جم خواته والده توفى خواته خافوا لا ينتقن منهم قال لهم كلمة رائعة ارجوكم تكونوا حفظونا كويس والحروف بتاعتها ما تتغيرش انتم اردتم بي شرا والرب قصد به بالشر خير انتوا بعتوني علشان تجيبوني هنا عشان ربنا عايز يحيي شعبا كما اليوم يعني في تدبيرات من ربنا بيسمح بالتجربة لغرض معين في تجارب بتيجي بسمح من ربنا ومش كل التجارب قال ندخل في النقطة دي قبل ما ننساها مش كل التجارب اللي هي شرور في ضيقات لكن ما هيش خطيئة عارفين يعني ايه يعني مسلا لو حصلت كارثة معينة ناس كتيرة بتخسر كتير واللي بيتقلم او اللي زا كان بيتعور واللي اي حاجة زي اللي حصل مسلا بس دي كارثة بالفاعل بتاعت بيروت لكن مسلا لو حصل زرزال ولا حصل يعني بركان او حاجة زي كده دي بتبقى حاجة طبيعية ما ربنا سمح بيها والناس اللي فيها ربنا بيسند ولاده في كل التجارب لكن لما يجي معلمنا يعقوب يقول ان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احدا يعني يقصد بيقول انه مش بيجرب اي انسان بالخطايا الخطايا دي تبقى تجرب من مين من عدو الخير من ابليس وبعدين برضو ربنا ما بيجربناش فوق ما نستطيع طب ده ايوب يا الواحد مجرد ما يفكر بس كده في القصة بتاعت ايوب ما يقدرش يتخيل ان يحط نفسه فيها تبقى صعبة لكن ربنا سند ولولا عارف ان ايوب هيقدر ينجح في هذا الاختبار لو لانه سمح له طيب نيجي عند اللي بيقول بقى موضوع التجارب يعني احيانا الضيقات ولو واحد بيديني هار تايم كده ومش قادرة تحمل والعملية يعني بتبقى فاقت على الاحتمال بتاعي لا كله في ايدك لو انا ماشي في طريق ربنا وماشي في الصلاة وفي التوبة هطلب من ربنا ان يدين احتمال يعطي مع التجربة المنفذة بس ايه لازم نطلب يعني الان بانطنيوس لما يسكوه الشياطين وقعدوا يضربوا فيه فيزيكلي هذا ظهروله وضربوه وعوروه مجرد ما نطأ وقال يا رب وناده المسيح قال لنا جنبك وكلهم جريو فربنا موجود لك ما بيقتحمش حياتي لازم انا اللي اطلبه اطلبه الرب مدام يوجد ادعوه فهو قريب طيب لما تكون التجربة انا في نظري انها اكبر من طاقتي في واحد كده يعني متهضني في الشغل او في مشكلة في المجتمع بتاعنا مثلا في الكميونيتي ككنيسة او في مشكلة في البيت كل ده الحل بتاعه لو احنا نعمل مقارنة صغيرة الاول هنلاقي الحل ونعرفه نعملها صغيرة كده حاجة مع بعضينا ايه هي لما يجي ام جديدة ولدت ولد ولا بنت والبيب الصغير طول الليل يعايت هتقول زهقت منه وش عايزة ابدا دي بتحبه تروحه فيه طيب لما يعايت مسلا جعان بتأكله وبعد كده عايزة تاني تغيره يعني عايزة تاني تقعد طب طبعا ليه وده ديوة تشيله وتحمره ليه هي مبسوطة او لما تدايقه مبسوطة جدا طب ده متعب قوي مش مشكلة لكن انا بحب وده ابني فالمثل ده بيدينا ان المقياس هنا هو ايه المحبة على قد ما بحب الناس على قد ما احتمل على قد ما احب الناس على قد ما احتمل فاذا كان فيه واحد انا مش قادر احتمله يعني فيه هنا نقص محبة العلاج ليها هو الصلاة نقص الصلاة ده بيعمل ضعف شديد عام في كل النماح الروحية ده كثرة الروحيين يدونا التدريب بتاع الصلاة وكل ما نصلي نعمل كل حاجة مشكلة في حياتنا مادة للصلاة كل ما نصلي نطلب جيت حتى اصلي وسرحت في مشكلة اخدها واعملها الصلاة وبعد ما خلصها وسلمها الربنا اكمل صلاتي اكمل المزانير بتاعتي فيه مثل كتير كتير قلته قبل كده هقوله تاني لو انا قدامي هدف وبنجري في سبق واحد كب عليا كبات مية هقف وابصة شوف مين ولا حتى عايز اعرف هو مين العمل طب افرض بقى واحد زي بودها حبتين وراح واقف تحتي كده وراح مش هنكلني برجله وراح تووقع هقف برضو هلسه هبصة شوف مين لا هقوم اجري وكمل لانه قدامي هدف النقطة دي توضح لنا جدا جدا ان لو هدفي الروحي واضح وضوح الهدف مش هيهمني مين عمل في ايه يبقى الاحتمال بقى حاجة طبيعية حاجة عادية واكتر مثال اكتر مثال من اي حد تاني لا يوسف ولا ايوب ولا حتى داوت في الايام الصعبة اللي عاشها كلها وهنجيب سرته بعد شوية تاني اكبر مثال هو الست العدرة الست العدرة ما كانش عندها الفاسيليتيز انها تشوف حاجة تانية غير الالم طفلة في ثلاث سنين اتحرمت من ابوها وامها اللي جابوها بعد سنين طويلة وهم كبار بعدها خلفوا اه لكن بعد كده اتيتمت وهي لسه تقريبا في الهيكل عشان كده لما طلعوها ما كانيوش موجودين فابتدوا يتشاوره يتلقى فين فاطرة وجودها في الهيكل لحد ما كملت سنة اتناشر سنة كت بتعمل ايه الهيكل كل اللي فيه الدبايح وبنت صغيرة هيخلوها تعمل ايه ما هياش من صبت يهوزة وقصدي ما هياش من صبت لاوي وما هياش ولد عشان تبقى بعد كده هتبقى كاهن ولا ملويين حتى ولا حاجة خالص طب هتعمل ايه يخلوها تنظف الدبايح مكان الدبايح الدم وتشيل يعني المصارين وتنظف وتمسح وتمسح ما عندهاش اي فاسيلي تستني هي دي الحياة اذا حد سأل فيها بلقمة كلها تشكر ربنا ما حدش سأل تشكر ربنا وممكن احياله وما فيش شغل ولا بتاع يبعتوها بيت واحد من الكهنة تنظف وتساعد مراته عشان كده القلب الطيب ده اللي عمره مفكر انه يدين حد كان هو ده احسن قلب يتحمل هذه القرامة العظيمة انها تكون ام للسيد المسيح الله الظاهر في الجسد فتملي نبص على الست العدرة وما تقوليش دي دي الست العدرة ما هي مثال لنا ما هي بشر ظروفها كتاصعب من ظروفنا كلنا ظروفها كتاصعب من ظروفنا كلنا فلازم ناخدها كمثال وفي نفس الوقت ناخدها شفيعة اي حد من القديسين اللي ظلموا بنعتبرهم شفعاء للمظلومين يعني قديسة مارينا الراهبة بتعتبر شفيعة للمظلومين في من تاني من المظلومين كثير هنلاقي قديسين كثير سمعت اسمانا ابو مقار لما تهم بالزور صح فمعيار المحبة اللي في القلب لربنا وللناس هو ده اللي هيخليني اقدر احب الكل ومش بص على اي حاجة تانية بيعملها حد لان لازم ابص على حاجة معينة ان اللي بيحصل ان انا ضعيف واللي قدامي ضعيف والشيطان عارف كده كويس فيخلي واحد قدامي يديقني انا التاني اجي واقع واكره او ادين او 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 يب احنا الاتنين الضعف بتاعنا الغطة في الموضوع لكن المفروض نعمل ايه انا اقدر اللي قدامي انه كضعف بشري الشيطان هو اللي بيقلبوا علي ويخلينا كمان عايز ادينه واكرهه فاوعى ننسى النقطة دي مهمة جدا 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 في حياتنا الحاجة التانية حتى لو مكنش الغلطة اللي اتعمل دي ضدي اوعى ادينه في ذهني واقول ان فلان عمل في ممكن ده هو اخوي ده او اختي دي تتوب وانا مكنش عندي فرصة للتوبة الحاجة التانية ان احنا كلنا جسد واحد جسد واحد يقولي اذا تقلم عضو تقلمت جميع الاعضاء معه طيب لو الصباح ده فيه اي التهاب ولا فيه انفكشن يعني هعالجه ولا هقطعه وارميه عشان ارتاح لو عملت كده مش ارتاح القلم لسه جد جديد فلازم اعالجه لانه كل الاعضاء سلمها في سلام بعضهم فلو شفت حد متألم او شفت حد ضعيف اصلي من اجله مش ادينه ولا اجيب سرته بطريقة غلط والطريقة دي ابعد انا عن طريق ربنا بركة الاحتمال ايه هي؟ طريق الابدية كلنا بنصلي كل يوم كذا مرة بنقول ابانا الذي واغفر لنا كما نغفر في شرط فاذا كنتش يعني ده حتمية الاحتمال لازم احتمل ولازم اصبر واعدي كل الامور اللي بتعدي ديت لاني بالطريقة ديت مش هقدر لو ضعفت وما غفرتش مش هيتغفر لي خالص والمثل الرائع اللي قال السيد المسيح بتاع الراجل اللي كان مديون لسيده بعشر تلاف وزنة خلوا لكم الوحدة وزنة بعض الناس حسبوها طلع زي ثلاثة مليار دولار مسلا ان شاء الله كده هزيشتغل كام سنة وتصرفش ولا مليم عشان تسددهم هل حاش حال استعطف سيده فعمله ايه غفر اول ما خرج لقى واحد عليه ميت دينار ميت دينار يعني شوفو هنقول المية دول حتى ميت دولار من ثلاثة مليار لميت دولار مرضيش يغفر له وخده حطه في السجن بسيده قال ادم هو ما غفرش الاخوه حطه وكمان في السجن حتى يوفي الفلس الاخير والفلس الاخير ده مش هيوفه لان ده مديونية شبه نقدر نقول لا نهائية دي مديونية البشرية كلها بخطية ادم لانها كانت موجهة ضد المسيح فهي خطية غير محدودة لا نهائية تمنها غير محدود ما يفوش غير الله المتجسد اللي يدي البعد الغير محدود للطبيعة البشرية اللي اتحد بيها نلاقي داود النبي بيقول آية صعبة بتصلها في المزامير كل يوم بيقول ابليني يا رب اجربني ايه قصة الاية دية داود دا كان ايه ملك ونبي حاجة عظيمة طب كويس تيجو نبص على حياته كلها وروني يوم هادي في حياته ما فيش من يوم ما تميز وقتل بجليات اتحسد من شاول وبقى شاول بيطرده وحتى لما تجوز بنته برضو كان بيطرده وداله يعني فاري فاري هارتاين وبعد كله لما بقى ملك العملية برضو كانت صعبة وحروب اللي حواليه كانت كتيره والتجارب كانت كتيره وخطيته اللي وقع فيها وتاب طول عمره بيقول كل يوم قبله فراشي بدموعي على خطيته بسبب هذه الخطيئة قال له أنت فعلت بالسر وأنا أفعل بالعلن في بيتك وحصل بعد كده ونتيجة كله أن أخ أتى الأخوه من ولاده وواحد من ولاده تاني راح قايم عليه عشان يقتله عشان يأخذ الملك والروني يوم حلو هادي في حياته لو قد فترة صغير عليه هو كان مدرك بخبرته الروحية أهمية الألام والضيقات والاحتمال لأنها بتزود الأكل كليل لي في الملكوت فلما لقى فترة كده صغيرة عدة هادية قال له يا رب انت نسيني ابليني يا رب وجربني وقال لكم قصة صغيرة كان يمكن بعضكم أراها قريب أو سمحها من فترة ويقول له كان في واحد مزارع عنده مزرعة وفي المزرعة دي كان فيه زي بير جاف يعني ما فيهوش ميا عميق جدا وكان عنده حصان والحصان تا كبير قوي في السن وقع في البير ده فقعد يحسبها عشان أجيب مش عارف ايه وعمل ايه واسوي ايه وطلع وعمل ده أنا هاصل فقد كده ده اشتلي واحد احسن طب يفكر نعمل ايه قال نردم بالمرة البير عشان ما يحدش تاني يقع فيه وندفن الحصان فراح منها دي كل حبيب اللي حواليه وقالوا تعالوا يا جماعة يلا كل واحد يدينا هاند كده يلا واردم اردم 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 الحصان بص كده لقى التراب والزلط والطوب نازل علي قال لا 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 هو ايه اللي بيحصل قاعد يسرخ ويعمل اصفات وفجأة بص لو يسيكت خالص هو مات لا كل ما يترمي حاجة عليه يهز ظهره يوقحهم ويطلع خطوة كل ما يترمي حاجة يهز ظهره ويطلع خطوة فكل اللي جيه على دماغه عمل بي ايه لحد ما ردم والبير ورح هو طالع التجارب بتنقذ احيانا والضربات اللي بناخدها احيانا لما نتحمل ونفكر وان الامور تمشي بسلاسة في ايه مهمة جدا من اصحاح يا ريت يعني اصحاح ده اصحاح ده الوحده البابا شو ده عامل عليه كتاب او رسالة في الرسالة العهد الجديدة رسالة ايه بولوس الرسول الاهل روميا اصحاح اتناشر اية اتناشر لصح كله البابا كتب عليه منهج روحي روميا اتناشر صح كله يعتبر منهج روحي الاية اتناشر بتقول ايه بتقول فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة انا عجبتش من عندي حاجة ايه الاية بتقول لنا العلاج هو ايه الصلاة نقولها تاني فارحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة روميا اتناشر اتناشر اختم بقصة صغيرة عشان نشوف الاحتمال لبركات كتيرة والموضوع كبير لكن انا مش عايز اطول اكتر من كده بيقال ان كان فيه في الصعيد قرية وتنظيم عايز ينقل المدافن بتاع الطلابات في حتة بعيدة تانية فارحوا كلموا ابونا وابونا قال للشعب فابتدوا كل واحد يشوف يشوف العين بتاعت العيلة بتاعته ويشوف اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا ويبتدوا يشوفوا المكان الجديد ويعملوا ويجهزوا وينقلوا بتاعوا كده فطبعا اللي بيدفن بعد يعني فترة بيبطراب وشوية عضو فنقلوهم كلهم لكن جم عند سندقين جميش لهم لأمته قال فانا ده بل ابونا قالوا السندقين دول ايه موضحهم فقال لهم نفتح ونشوف فلقوا زوج وزوجة وجسدهم سليم كأنه لسه من ساعة وهو مدفون من خمسة وعشرين سنة طب وايه الموضوع قعد ابونا يسأل ويشوف مين دول ويسأل أهليهم وأريبهم لحد ما أصل لناس يعني كانوا لسه عايشين وعارفينهم فبيقولوا ان الناس دول كانوا يعني ربنا ماعطهمش أولاد لكن كانوا بيحبوا بعض وكانوا بيصلوا ويصوموا ويروحوا الكنيسة بس مش كده وبس فجأة الزوجة جالها شلل والزوج قاعد يتحملها سنة اتنين تلاتة كم سنة خمستاشر سنة لحد ما الراجل تعب وجاله السكر والسكر أثر على يعني قال له يا رب ده أنا اللي يعني بيحتمي بيها ومعندناش حد يساعدنا يحصل كده الأمور صعبة قوي فعادي يصلي كده ودموع نزلت فبصي لقى اللي بتخبط على كتفه مين مراته قال له ايه ده قالت له ربنا شفاني عشان احتمى بيك قاعدت تهتمى بي عشر السنين وبعد كده اللي اتنين هم دول السندقين ربنا حبي يكشف بركتهم وبركت هذه الفضيلة انه حافظ جسديهم علشان لما يحصل عملية النقل ويمكن لما اطلبش النقل ما كانش حدا يعرف عنهم اي حاجة فضيلة الصبر والاحتمال من اهم الصفات المسيحية خطوات مهمة في الطريق الضيق والكرب لكن اللي يعنيه على السماء مش يحس انه بيحتمل هيحس ان ده عادي الطبيعة وما يهموش اي حاجة فيه لكن اللي يعنيه في الارض معصف فيه عندنا عشر عذارة بيمثله الكنيسة خمسة حكيمات وخمسة جاهلات الحكيمات اللي يعنيهم واضح عليها الهدف واضح التاني هدف ضايع عشان كده ما عندنا مش زيت في مصابيح هن اللي بيجي الكنيسة عشان يقرأ ابانا اللذي وعشان ربنا يبرك لنا في الشغل ويجيب لنا البزنس ده ويكبر لنا مش عارف ايه ويعمل لنا ايه ونغير العربية ونشتري البيت ونبني العمارة ده واحد يعنيه تحت ده من الخمسة الجاهلات الخمسة الحكيمات عندهم زيت فايد لكن نحن لا نؤمن بزوايد فضائل القديسين يعني كل واحد اعماله ليه هو ما ينفعش بيها يديها الغير ويخلص زي ما بعض الطواف اخترعت حاجات مش موجودة في الانجيل نطلب من ربنا انه يدينا الاحتمال والثبات في الطريق حتى النهاية انا هو الطريق والحق والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا وللهنا المجد الدائم الى الابد امين اشتركوا في القناة